بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإسلام صح أهله فقدوا القدرة العسكرية وفقدوا حاجات كتير لكن الإسلام كغزو فكري كل يوم بيزداد قوة عن اليوم اللي قبله وكل يوم هو بيهدد الثقافات الأخرى لكن أنا أذكركم بشيء مهم جدا أن أجهزة المخابرات في الدول مش مهمتها بس التجسس الصناعي زي الأمن الصناعي والمخابرات الصناعية وكده ولا مهمتها سرقة معلومات برة ولا مهمتها أن هي مسألة تمركز عسكري والتحديد مواقع مش دين مهمات بس في مهمة كمان في منتهى الأهمية وهي الحفاظ على بيضة المجتمع الداخلي من الغزو الفكري وده اللي عشانه قاتلوا مالكوم إكس ودل علشانه شوهوا طرق رمضان ودل علشانه منعوا الدكتور الزاكر من الدخول للمملكة المتحدة ومن ضمن الهجمة الشرسة على الإسلام من ناحية الفكرية كمان هي أنه يصور لك المسلم في صورة ملتحي إرهابي متزمت مش فاهم حاجة متعطش للدماء زي الدواعش هكذا يعني هم عايزين يصوروا للناس هذا التصور كل دي أمور يا جماعة في منتهى القطورة وفي منتهى الأهمية استغفر الله لي ولكم وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته